أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في افتتاح منتدى أوكرانيا 30 الثقافة والسياحة والوسائط المتعددة إنشاء مركز إعلامي متخصص لمواجهة المعلومات المضللة ضد أوكرانيا وفيه سيجري تعليم أسس محو الأمية الإعلامية زيلنسكي شدد على أن أوكرانيا هي الآن في طليعة حرب المعلومات مرجحاً أن تصبح رائدة على مستوى العالم في مجال مكافحة المعلومات المضللة وتحدث عن إمكانية إنشاء مركز دولي لمواجهة الدعاية السياسية الزائفة حول العالم يجب أن تشمل المناهج تعليم أساليب التفكير المنهجي والتفكير النقدي والتمييز بين المعلومات الحقيقية والمزيفة وكشف الواقع من الأكاذيب وقراءة المضامين الخفية بين الصطور والشك بكل شيء من المهم للغاية التحقق من مصادر المعلومات والبحث عن المصادر الأصلية يجب أن يكون الجميع قادرين على القيام بذلك منذ الطفولة ولهذا ستصبح دروس محو الأمية الإعلامية موجودة في مناهجنا المدرسية في المدارس